ردود أفعال برلمانية مختلفة حيال الهدف النبيل من زيارة أربيل المذكرات التي قام بنشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بغية كشف الحقائق أمام الرأي العامة والغموض الذي اكتنف زيارته إلى أربيل وما رافقها من خلافات سياسية بحسب أعضاء في التيار الصدري فيما وصف أعضاء في اتلاف العراقية قرار نشر المذكرات بالحكيمة بسبب الحملة التي شنت على سماعة السيد القادة مقتدى الصدر بفترة الأخيرة بسبب توجهه الحقيقي ووطني في محاولة إصلاح الحكومة هذا حدث بأنه هناك حملة كبيرة إعلامية محاولة تسقيد على أنه شك عصى الشيعة أو أنه توجه توجهات غير وطنية لذلك ما جاء في المذكرات حقيقة يسرد حقيقة لكل ما حدث أنا أرى أنه طموحاته باتجاه خط وطني يشمل كل أطياف الشعب العراقي وإذا أصابت هذا الخط انتكاسه في مرحلة قد أنه في مراحل قادمة ممكن أن ينجح هذا الخط كتلة وفاء العراق التي تكونات إثر التجاذبات السياسية التي رافقت طلب السحب الثقة عن رئيس الحكومة نور المالكي أنا ذاك أشار أعضاء فيها إلى أن المذكرات تحدثت عن فترة كاد المجتمعون في أربيل أن يمضون بالعراق إلى المجهول حسب وصفهم لعدم وجود آليات حقيقية لما بعد خطوة سحب الثقة في وقت أشار أعضاء عن اتلاف الكتل الكردستانية إنما حملته المذكرات وجرى في أربيل سيكتمل بعد عيد الفطر المبارك حيث سيقدم طلب استجواب رئيس الوزراء إلى البرلمان عملية لم تتوقف اللجنة أنهت مهامها والفائلات كاملة وأظن لو لا شهر رمضان كان هسا طلب قدم إلى هيئة الرئاسة لاستجواب السيد رئيس مجلو الزراء وأظن بعد العيد مباشرة رح يكون هناك تقديم طلب لاستجواب السيد رئيس مجلو الزراء استكمالا للعملية التي بدأت في أربيل من أراد سحب الثقة المضي بالعراق إلى المجهول لأنه لم نحسب حساب من القادم وكيف وكيف يكون ذلك وكيف تطلب الكتلة الأكبر التي تشكلت بعد هذا الإصطفاف أو بعد هذا التشكيل الكتلة الجديدة أما بخصوص رئيس الجمهورية جلال طلباني والدور الذي لعبه في الأزمة السياسية أشهر أعضاء في الاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى أن طلباني حاول أن يكون وسطيا طوال تلك الفترة فيما أكد أعضاء عن التحالف الوطني أن ورقة الإصلاح التي ستطوي تلك المرحلة قدمت إلى جميع الكتل السياسية وهو بانتظار الرد عليها أؤكد على التصليحات الرسمية التي صرح بها فخامة رئيس الجمهورية أنه يتحرك ويتخذ المواقف من منطلق منصبه من منطلق منصبه يحاول أن يكون في الوسط يعني لا أن ينحاز إلى هذا الطرف أو الطرف الآخر وصلت ورقة الإصلاح إلى جميع الكتل السياسية والآن بانتظار الرد وبيان موضوع النقاط التي تسلمها هذه الكتل التي تسلمت ورقة الإصلاح وإعطاها إلى لجنة الإصلاح لغرض دراستها ومن ثم بلورتها في قائمة واحدة والنظر فيها جملة واحدة متابعون للشأن السياسي وجدوا بالمذكرات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجسيدا لمبدأ الشفافية وهي تحدث لأول مرة في العراق خصوصا أن الأزمة السياسية لم تنتهي لغاية الآن موفق مجيد الحرة بغدهد